موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم واللغة الإنجليزية لصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 2 يونت 7 الدرس الثاني عنوان الدرس Going on a summer holiday الذهاب في العطلة الصيفية موجودة في صفحة 92 كتاب الطالب صفحة 92 كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمالستاد طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الستاد طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية يمكنكم تلقوا من خلال هذا المعرف بصفحة 92 كتاب الطالب نكتوب على صفحة listen and tick استمع وضع صح the correct picture ضع صح على الصورة المناسبة هنا أنا عندي مقطع صوتي يطلب من عندي أن يستمع له استمع لهذا المقطع الصوتي وهذا المقطع الصوتي مقسم إلى ثمان نقاط وبكل نقطة يقول أحد ذن الخيارات فأنا أوضع صح على الخيار اللي يقوله بالمقطع الصوتي إذن نستمع المقطع الصوتي نوضع صح على الأشياء اللي يقولها بالمقطع الصوتي وبعدها راح نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط نستمع المقطع الصوتي واشي track 98 unit 7 lesson 2 listen and tick the correct picture 1 I'm going to go on holiday to Egypt with my family 2 I'm going to ride a camel in the desert 3 my brother is going to learn to row a boat 4 we are going to visit the pyramids 5 I'm going to take lots of photos 6 it's going to be hot and sunny 7 I am going to buy souvenirs for my friends 8 we're going to fly there by plane 5 إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي إنها مجموعة من الشخصيات يتحدثون عن نفسهم مثلا الشخصية الأولى تقول I'm going to go in the holiday summer to Egypt أنا سوف أذهب في العطلة الصيفية إلى مصر من أن منطيني معلمين عالم Egypt مصر وتايلند فوضعت صح أو أشرت الإجابة الصحيحة حسب المقطع الصوتي على علم مصر وهكذا مع بقية الجمل الشخصية الثانية تقول I'm going to ride a camel in the desert أنا سوف أركب الجمل في الصحراء فاختاريت الصورة الثانية وهكذا مع بقية الجمل إذن هذا مجرد نشاط سماعي يستمع من خلال تناميذ المقطع الصوتي ويحددون الصورة المناسبة اللي انذكرت بالمقطع الصوتي ننتقل إلى النشاط الآخر match the pictures to the sentences طابق الصور الصور اللي وضحناهم قبل دقيقة to the sentences طابقها بذن الجمل write the numbers اكتب أرقام أرقام الصور شون يعني؟ أقرأ الجملة أشوف يا صورة من الصور اللي تناسب وصف هذه الجملة رقم الصورة أوضعها أمام هذه الجملة فمثلا الجملة الأولى we are going to fly there by plane سوف نطير إلى هنالك بواسطة الطائرة يا جملة من ذن الجمل المناسبة لهذا الوصف أكيد الصورة الثامنة نلاحظ أن هذا الصورة ذاهبين في المطار وهذا النفق الخاص بالطائرة فاكتب رقم الصورة اللي هو رقم الثمانية أمام هذه الجملة number two I am going to ride the camel of the desert أنا سوف أركب الجمل في الصحراء يا صورة من الصور المناسبة which picture أكيد الصورة الثانية فأخلي رقم الثنيا I am going to go on holiday to Egypt with my family سوف أذهب في العطلة إلى مصر مع عائلتي which picture يا صورة الصورة الأولى فضع رقم واحد it is going to be hot and sunny سوف يكون الطقس حار جدا ومشمس which picture يا صورة picture number six الصورة السادسة my brother is going to learn to row a boat أخي سوف يتعلم كيف يجذف بالقارب which picture يا صورة الصورة الثالثة أخلي رقم الصورة اللي هو رقم الثلاثة I am going to buy seven years for my friends سوف أشتري الهدايا لأصدقائي طبعا هذه الصورة اللي هي الصورة السابعة من الممكن نخلي الصحة هنا أو هنا لأن كلتا الصورتين بها seven years اللي هي هدايا تذكارية الصورة الأولى بها هدية تذكارية والصورة الثانية كذلك بها هدية تذكارية I am going to take lots of photos سوف ألتقط الكثير من الصور which picture يا صورة أكيد الصورة الخامسة أما الاختيار الأخير we are going to visit the pyramids سوف نقوم بزيارة الأهرامات which picture يا صورة الصورة الرابعة في خلال الأقمار بعة كذلك هذا النشاط نشاط صفي من خلال الجمل طابقة الجمل بالصور حسب معانيها غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى موضوع جدا مهم ألا وهو قاعدة المستقبل إذا أردعبر عن حدث راح يحدث بالمستقبل أستخدم هذه القاعدة ننتبه بالدروس السابقة شرحنا المضارع البسيط والماضي البسيط المضارع البسيط نستخدمه لما نريد نتحدث عن أحداث روتينية ومتكررة مثلا أذهب إلى المدرسة بواسطة الحافلة هذا حدث متكرر كل يومية أذهب إلى المدرسة أما الماضي البسيط فنستخدمه للتعبير عن الأحداث التي حدثت في الماضي فمثلا نقول ذهبت إلى البصرة الأسبوع الماضي حدث حدث في الماضي استخدمته إلى قاعدة الماضي اللي هو بوضع الفعل بالماضي خليت بمدالها ذهب زيان الأحداث التي ستحدث في المستقبل يا قاعد أستخدموها أستخدموها قاعدة المستقبل شين يا قاعدة المستقبل هي كالتالي نحن نعرف أن I تأخذ M وال U تأخذ R أخذناها ببداية السنة وال He وال She وال It يأخذن Is ال It كذلك تأخذ Is ال We تأخذ R وال They تأخذ R هذا اللي أخذناها ببداية اليونت يجي بعدها Going To Going To هنا معناها سوف Going To نحفظها معناها سوف زايدا فعل مجرد ننتبه لا فعل ماضي ولا فعل بي أس الشخص الثالث فعل مجرد ما بي أي إضافة Go يذهب See يرى Learn يتعلم Take يأخذ Buy يشتري فمثلا أقول I am going to go أنا سوف أذهب You are going to see أنت سوف ترى وهكذا سوف تدل على أن الحدث راح يحدث بالمستقبل زينا شون تجينا بالامتحان هذه الصيغة مع القاعدة احنا عرفنا الماضي البسيط شون يجينا والمظاهر البسيط زينا هذا شون يجينا بالامتحان يأتي في الامتحان كما في تمرين أي صفحة تسعين من كتاب النشاط اللي راح ان شاء الله نوضحها بدقائق القادمة نحاول نحفظ القاعدة ذن الضمائر اللي أخذناها هنا بداية السنة ضمائر I, you, he, she, it will we, will they شون اللي يأخذ لنا زادا going to زادا فعل مجرد ننتقل إلى النشاط الآخر You are going to go on summer holiday أنت سوف تذهب في أطل الصيفية Read the conversation اقرأ هذه المحادثة محادثة بين هذه البنس وهذا الولد and complete the answers وأكمل الإجابات سؤال والجواب ناقص حاول تكمل الجواب الجواب شون أكمله أكمله عن نفسي لأنه إذا يقول لي أنت اللي راح تذهب في الأطل الصيفية فحاول تكمل الإجابات حسب رغبتك حسب رأيك شون يعني مثلا التلميذي الأول سألني قل لي Where are you going to go أين سوف تذهب Where معناها أين Going to معناها سوف to go تذهب You أنت أين سوف تذهب أنت You هنا أنت أو أنتم فهنا دي يقول We are نحن We are going to go to نحن سوف نذهب إلى فراغ انطيني اسم مكان تذهب إلى في الأطل الصيفية مثلا التلميذ مخير أن يكتب المكان اللي يريد مثلا أقول to Paris أذهب إلى Paris We are going to go to Paris نحن سوف نذهب إلى Paris الو أخذت are والgoing to اللي معناها سوف زادا نفعل المجرد اللي هو الgo سؤال الثاني قالتلي Who are you going to go with مع من سوف تذهب إجابة We are going to go with نحن سوف نذهب مع مع من نذهب مثلا أقول التلميذ مخير كذلك أن يكتب الإجابة اللي يريدها مثلا friends أصدقائي family عائلتي إلى آخر مثلا with my friends مع أصدقائي سألني قل لي How are you going to get there كيف ستتصل إلى هناك يعني عن طريق شنو راح تروح بالطيارة بالسيارة فأقول We are going to go there buy سوف نذهب إلى هناك بواسطة التلميذ كذلك مخير plane طائرة car سيارة train قطار إلى آخره فأقول مثلا plane أكمل المحادثة What are you going to do ما الذي سوف تفعله إجاب We are going to سوف زادنا تكمله إنها الفعل أنا أختاره فأثلا نقول Visit the Eiffel Tower سوف نزور برج إيفل What is the weather going to be like كيف سيبدو الطقس هناك It is going to be إنه سوف يكون شنو مثلا نقول sunny مشمس What's a billionaire can you going to buy ما الهدايا التي سوف تشتريها فيقول I am going to buy أنا سوف أشتري مثلا key ring مدالة مفاتيح هذه المحادثة تعتبر السؤال المفردات يأتي في الامتحان كما في تمرين C كذلك كذلك نحن نوضح إن شاء الله بكتاب النشاط لذلك أحاول أفتهم إن what معناها ماذا where معناها أين who معناها من how معناها كيف where تسأل عن المكان أخذناها نبداله السابقة who معناها من تسأل عن الشخص العاقل who معناها كيف وتسأل عن الكيفية اللي تتابع بها الأشياء إلى آخره ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A complete the sentences أكمل الجملة التالية use باستخدام am is are going to with the verb from the box ننتبه هنا نانا منطيني مجموعة من الجمل كل جملة بها فراغين الفراغ الأول أكتب أما am أو is أو are زاعدا going to هذا الفراغ الأول زين استاذ شو كتخلي am شو كتخلي is شو كتخلي are هذا الشيء بسيط أحدده من خلال الفاعل إذا I الآي تاخذ am إذا my sister عوض عنها بشي الشي تاخذ is إذا مثلا we نحن تاخذ are وهكذا هذا الشيء بسيط زاعدا going to هذا نكون بالفراغ الأول أحطهن والفراغ الثاني أخلي فعل من الصندوق اللي منطيني بالعالم فمثلا منطيني المثال هو number one my family عائلتي طبعا العائلة هنا تعامل معاملة المفرد لذلك أخلي لها is زاعدا going to هاي كلها خليها بالفراغ الأول my family is going to عائلتي سوف زاعدا الفعل شن الفعل المناسب للجملة أكيد go سوف تذهب في العطلة to the north of Iraq إلى شمال العراق كذلك مع بقية الجمل مثلا number two I الآيش تاخذ تاخذ am فأقول I am going to أنا سوف زاعدا الفعل some كردش words بعض الكلمات الكردية شن الفعل المناسب للفراغ learn يتعلم سوف أتعلم بعض الكلمات الكردية نعم هذا أكثر فعل مناسب للجملة فأقول I am going to learn some كردش words أنا سوف أتعلم بعض الكلمات الكردية هذا التمرين تمرين قواعد مهم جدا بالامتحان التحريري يجيب لوحدة من دني الجمل ويخيرني بأن اختيارين مثلا is going to go no go no went فعل ماضي وفعل مضارع وفعل be going to زاعد الفعل اللي هو go شن الاختيار المناسب بما أن she بالمستقبل أخذ الفعل اللي ناسب المستقبل اللي هو going to زاعد الفعل المجرد number three ثالثا my sister فراغ فراغ by plane for the first time بواسط الطائرة لأول مرة أول شي شخلي بالفراغ الأول my sister عوض عنها بالضمير she she تأخذ is is going to بالفراغ الأول الفراغ الثاني أوضع بالفعل شن الفعل المناسب للجملة أجي أدور buy سوف تشتري بواسط الطيارة غير مناسب take تأخذ كذلك غير مناسب visit غير مناسب fly تطير my sister is going to fly by plane أختي سوف تطير بواسط الطائرة نعم هذا أكثر فعل مناسب for the first time لأول مرة number four رابعا my brother أخي lots of seven years الكثير من الهدايا التذكارية شن الفعل المناسب أكيد الفعل buy سوف يشتري كثير من الهدايا التذكارية my brother عوض عنه بالضمير he اللي هي تأخذ is زادا going to he is going to buy ويشتري كثير من الهدايا التذكارية number five خامسا we نحن فراغ القلعة في أربيل شن الفعل المناسب للفراغ أكيد الفعل visit يزور فقول we تأخذ are زادا going to we are going to visit the citadel in أربيل نحن فراغ نحن فراغ القلعة في أربيل number six سادسان I فراغ lots of photos in my new camera أنا فراغ الكثير من الصور في كاميرتي الجديدة شن نكلم المناسب للفراغ أكيد الفعل take يأخذ أو يلتقط الكثير من الصور في الكاميرا الجديدة إلى I تأخذ I'm زادا going to I am going to take lots of photos in my new camera أنا سوف ألتقط الكثير من الصور في الكاميرا الجديدة خاصتي number seven we فراغ a great time نحن فراغ وقت عظيم شن نكلم المناسب للفراغ فقط فقط have فقول we are going to have a great time سوف نحظ بوقت عظيم جدا هذا ما يخص هذا التمرين تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري أما يجيب لي مثل ما هو فقط اطلنا فراغ واحد وأسقط الأفعال بالفراغ هذا أو يجيب لي الجملة كاملة بس الفعل ناقص ويخيرني بين ثلاثة أفعال فعل بالماضي فعل بالمضارع وفعل we are going to اللي معناها سوف اللي تستخدم للمستقبل ننتقل لتمرين بي what do you think ماذا تعتقد which countries are these children are going to أي البلدان التي سوف يذهبون إليها هؤلاء الأطفال هذا التمرين يرجعني تقريبا لليونت الأول إلى موضوع البلدان ونلاحظ من خلال حل هذا التمرين أنه يعتمد على فهمي لليونت الأول وحفظي لمفرداته هنا أنا يقول لي remember تذكى look back in your pupils book if you need help إذا احتاجت مساعدة ونسيت المعلومات تقدر ترجع لكتاب الطالب بالليونت الأول فهنا أنا منطين لمثال مثل حزورة I am going to eat مزقوف سوف أكل المزقوف هذا يا بلد رح يروح له أنا أقول لك انطيني اسمي بلد اللي رح تروح له يا بلد مشهور بمزقوف فتقول I am going to go to Iraq أنا سوف أذهب إلى العراق وكذلك مع بقية الجمل تشوف شين البلد المشهور به هذا الشيء وتكتبه بنفس الطريقة I am going to زادا اسم البلد فمثلا to see kangaroos سوف أرى الكناغر يا بلد مشهور بالكناغر استراليا فقول I am going to go to Australia سوف أذهب إلى استراليا to see the Eiffel Tower سوف أرى بوريج إيفل يا بلد مشهور ببريج إيفل إيد فرنسا باريس فقول I am going to go to France سوف أذهب إلى فرنسا to see the pyramids أرى الأهرامات يا بلد مشهور بالأهرامات مصر فقول I am going to go to Egypt وهكذا to see تاج محل أرى تاج محل يا بلد مشهور بتاج محل اندية فقول I am going to go to India buy kuma hat اشتري قبعة الكوما هذه بعمان فقول I am going to go to Oman هذا ما يخص هذا النشاط مجرد مراجعة سريعة لألينات الأول مع استخدام قاعدة المستقبل اللي شرحناها قبل دقائق اللي هي باستخدام going to زالا فعل مجرد ننتقل لاتمرين c look at the pictures انظر إلى الصور من طين مجموعة من الصور write the question words واكتب الكلمات التي تسأل عن هذه الصور ننتبه احنا نعرف ان الwho معناها من تسأل عن الشخص العاقل وين معناها متى تسأل عن الزمان هو معناها كيفة تسأل عن الكيفية where أين تسأل عن المكان why لماذا تسأل عن السبب والwhat معناها ماذا كذلك تسأل أما عن الفعل أو عن الشيء الغير عاقل بيقول لي شوفوا الجملة شن الأداء المناسبة شن أداة السؤال المناسبة لها مثلا number one أولا فراغ are you going to go on holiday فراغ سوف تذهب في الأطلة شن أداة السؤال المناسبة لهذا الفراغ هنا أنا بيسألني عن المكان اللي يذهب إلى في الأطلة إذا تلاحظون أنه قبل دقائق شرحنا المحادثة فاذا تقارنون بين هذه الجملة والجملة المحادثة رح نشوف أن الأداء المناسبة لهذا السؤال هي الأداء where where are you going to go on holiday أين ستذهب في الأطلة والصورة المناسبة لهذه الجملة هي صورة الأماكن اللي منطنياها بالصورة الثانية فأقول where are you going to go on holiday أين ستذهب في الأطلة هذه الصورة اللي هي أعتقد صورة فرنسا number two فراغ are you going to go فراغ سوف تذهب شنو الأداء السؤال المناسبة لفراغ أداء السؤال how كيف ستذهب كيف ستذهب إلى هناك by plane بواسطة الطائرة فراغ are you going to go with فراغ سوف تذهب مع أكيد أداء السؤال التي ستنع عن الشخص مع من سوف تذهب فهنانا الصور المناسبة لها with my family مع عائلتي فراغ are you going to get there فراغ ستصل إلى هنالك فكذلك الأداء السؤال المناسبة متى متى ستصل إلى هنالك اللي بعدهم فراغ are you going to do فراغ سوف تفعل الأداء السؤال عن الفعل هي الأداء what what are you going to do ماذا سوف تفعل والجملة الأخيرة فراغ are you going to take a coat فراغ سوف تب المعطف شنو الأداء السؤال أكيد الأداء السؤال why لماذا سوف تأخذ المعطف معك مثلا because it's cold لأن الجو بارد هذا ما يخص هذا التمرين من الممكن يجيب لي أحد هذا الجمل ويخيرني بين اختيارين أدوات سؤال اثنين فأنا لازم أعرف أداة السؤال المناسبة لكل جملة من هذا الجمل أحاول أحفظنا الجمل لأنه ممكن تجينا بالامتحان بسؤال المفردات ننتقل للتمرين write three sentences about what you are going to do this weekend أكتب ثلاث جمل عن ما سوف تفعله في أطلة نهاية الأسبوع هذه هنا أنا يريد يدربني أكثر على استخدام المستقبل يقول لكون لجمل باستخدام المستقبل عن الأشياء التي سوف تفعله في أطلة نهاية الأسبوع القادمة فمثلا التلميذ شي يقول I am going to أنا سوف زاداً الفعل المناسب مثلاً أقول I am going to go to the mall سوف أذهب إلى المجمع I am going to see my friends سوف أراء أصدقائي I am going to do gymnastics سوف أفعل ريالة جمناستيك وهكذا فإنانا مجرد يختبر قدرة التلميذ على تكوين جمل مفيدة باستخدام قاعدة المستقبل اللي أخذناها قبل دقائق اللي هي الضمير وفن المساعد إليه زاداً going to زاداً فعل مجرد هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التلميذ على تكوين جمل مفيدة هذا كان درسنا لهذا اليوم لاحظنا أن معظم الدرس أنشطة صفية لكن فقط تمارين A وتمارين C تمارين مهمة من الممكن تتجين بالامتحانة التحريرة وحاول أحفظهم أحفظ الجمل المتعلقة بيهن أفهم قاعدة المستقبل وشون أقدر أطبقها أقدر أجاب على أي أسل المتعلقة بيها إذا جدتني بالامتحان التحريري ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة أمانكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر